يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم مشاهدنا الكرام أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قضايا إسلامية هذه الحلقة مشاهدنا الكرام شئنا لها أن تجيب على أسئلة كثيرة بعضها فقهي وبعضها يتعلق بالإيمان وبعضها يتعلق ببعض أعلام القرآن الكريم الأعلام التي وردت في القرآن الكريم فهي بهذا خارجة على المألوف في هذا البرنامج ووحدة الموضوع فالكثيرون يطرحون أسئلة حول بعض أعلام القرآن هم من هو الخضر عليه السلام ومن هو اللقمان وهل النبوة خاصة بالرجال دون النساء هل مرأة من أتعمرها مثل النبي أم لا من هو ذو القرنين وماذا عن ياجوج وما جوج وما هو الفرق بين الروح والنفس ولماذا النفس الشريرة وما الفرق بين ناسخ ومنسوخ القرآن وإذا كانت الأمية نقصا في الإنسان فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمي إذن هذه الحلقة هي مائدة من الأسئلة المتنوعة التي تحتاج إلى توضيح وخير من يوضح مختلف هذه الإشكالات ويفتح مستغلقاتها هو فضيلة الشيخ الأستاذ محمد سالم والعدود أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم فضيلة الشيخ طيفاً كريماً على مائدة برنامج قضايا إسلامية ونبدأ بالسؤال الأول ونعتذر لمشاهدنا الكرام عن التأخير في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثانية تقشعر منه جلود الذين يقشون ربهم ثم التلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ويقول أيضاً الفلام ممراء كتاب نحكم تاياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ما الفرق بين محكم ومتشابه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أعتذرتم للمشاهدين ولم تعتذروا للمشاهد جاءت عبارة المحكم والمتشابه في القرآن بما يقتضينا القرآن كله محكم كما فيها تحت سورة يهود التي قرأت الجبلان رأى كتاب نحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وجاء أنه متشابه كما قرأت الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابها وجاء أيضاً أنه منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فالمحكم الذي يوصف به عموم القرآن هو الذي ليس به خلل متضح من الإحكام وهو الإتقان كتاب أحكمت آياته ثم وصلت فالقرآن بهذا المعنى كله محكم والتشابه الذي ورد في سورة الزمر الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهة وما عليه القرآن من التشابه في موضعاته في قصصه في أحكامه فهو بهذا المعنى كله متشابه القرآن بالمعنى الذي في باتحة سورة هد كله محكم والقرآن بالمعنى الذي في سورة الزمر كله متشابه والقرآن بالمعنى الوالد في باتحة سورة آل عمران منه آياتهم محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات فالمحكمات هن الواضح معناهن والمتشابه هذا اللي استأثار الله بعلمه وربما يطلع عليه بعض أصفيه فالمحكم أنزل للإيمان والعمل والمتشابه أنزل للإيمان فقط نحن نؤمن بمحكمه ومتشابه ونعمل بمحكمه ونسلم لمتشابه منه آيات محكمات هن أم الكتاب فيردوا إليهن غيرهن لأنهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما اللي ينفي قلوبه بزيغ أي ميل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاوي وما أعلم تاوي له إلا الله والراسخون العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ذكروا إلا أولو للباب والراسخون العلم يختلف المعربون والمفسرون والأصليون في أعراب هذه الكلمة هل هو ابتداء كلام والراسخون المبتدأ وخبره يقولون آمنا به أو هو ما أعطوه على قوله على اسم الجلالة ما أعلم تاوي له إلا الله والراسخون العلم يكون الوقف هنا ومعنى علمهم تاوي له اختلف به هل هو مجرد وقولهم آمنا به كل من عند ربنا فهذا علمهم به ومنهم يقول إنهم يعلمون من معنى المتشابه ما يطلعهم الله تعالى عليه اختصاصا لبعض أصلي ويقول ابن عباس إنه من الراسخين العلم الذين يعلمون تاوي له ولذلك كثرة نقل آمنا بن عباس في تفسير القرآن وفي تاوي له نعم هناك كتاب جمع باسم تنوير المقباس من تفسير ابن عباس ليس كل محتوى عليها هالكتابه صحيحة لكن ما ورد في الكتب الصحيحة في الصحيح البقاري مثلا من تفسير مجاهد وغيره من أصحاب ابن عباس هذا صحيح ما ورد في تفسير محمد بن شرين الطبريج بالأساند الصحيح هذا صحيح ما ورد في بعض التفاسر الأخرى منه الصحيح ومن أوله الصحيح وينبغي للناظر القرآن أن يقتصر على التفسير الصحيح لأن التفسير غير الصحيح فيه لحاديث الموضوع مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه لحاديث التي هي أنها الإسرائيليات ونحن أذين لنا بالتحديث عن بني إسرائيل حديث عن بني إسرائيل ولا حرج ونهينا عن تصديقهم أو تكذبهم لأنهم بدلوا وعيروا فقد نصدقهم بكذبهم وقد نكذبهم بما هو من أصل الوحي فالذلك نبغي أن نقتصر على التفسير الصحيح لنأذور ولا نتشاغل بأمور غير مهمة القرآن لم يذكرها أبهمها القرآن ما اسم كلبي أصحاب الكهف ما لونه ما عدده ما أسمعه هذه أمور أبهمها القرآن فهي ما غير أن نتشاغل بها القرآن كتاب هداية وليس كتاب تفكه قاتل وقت أولا ننظر في القرآن كعقيدة كمنهج لسلوك ككتاب تشريع ككتاب في ترتيب أمور المجتمعات ما يصلح الناس ومعاشهم ومعادهم كيف تحكم الأمم ما هي الصبات الحاك ما هي وظائبه ما هي واجباته ما هي حقوقه على المحكومين ما هي حقوق المحكومين عليه ما هو الفصل بين الناس في خصوماتهم كيف توثق الديون ما الفرق بين الديون ديون المدنية والديون التجارية ما هي الإجراءات في النزاعات الجنائية هذه الأمور التي تنظم حياة الناس كلها منصوصة أصولها في القرآن وتفصلها في السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه هذا القرآن تبيانا لكل شيء إما هو دم ورحمة إما بسرع المسلمين وأنزل عليه ليبين للناس ونزل إليه إما لا ألم يتفكرون هذا الجانب هو الذي ينبغي أن نركز عليه ما تزخر به كتب التفسير التي تولى وتعنى بنقل إسرائيليات هذا ينبغي أن نضرب عنه ذكر الصباح أرساكم الله فضلت الشيخ فضلت الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم أمي ما هي نوعية أمية النبي صلى الله عليه وسلم الأمية نقص في الإنسان لأنها جهل وهو صلى الله عليه وسلم منزه عن كل أنواع النقص النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الرسول عليه الصلاة والسلام يأتيهم الوحي ولم يكونوا على علم مسبق قال موسى عليه السلام عندما قال له برحون وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين لم يقبل أن يكون من الكافرين لأنه لم يسبق عليهم كانوا كافرين ولكن قال فعلتها إذن وأنا من الظالم ونبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الله تعالى بقوله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظالا فآدا لم يكن على علم فعلم إذن لا نقص عليه في أن يكون أمي كالوساط اللي نشأ فيه ونعم هو أمي لتظهر المعجزة ويظهر الصدق هذا الأمي الذي جاء بكتاب يقرأه نائما ويقضان لا يمحى ولا يأتي الباطل من بنيده ولا من خلبي فيه حكم ما بيننا ونبع ما قبلنا فيه قصص الرسل عليه الصلاة والسلام فيه سجل حافظ للآيات التي جاءت به الرسل لو لا القرآن لما عرفنا شيئا هذا سبينا تنوح ونجاة من نجا بها وهلاك الآخرين بالطفان لو لا القرآن لما عرفنا قوة هد التي تحدى بها قومه المعروفين بإظام الإجسام وشدة القوة إذ يقول لهم كيدوني جميعا ثم لا تنظرون لو لا القرآن لما عرفنا شيئا عن الناقة التي اقترحها قوم صالح عليه فأخرجت لهم وكيف كان الماء وقسمة بينها وبينهم لو لا القرآن لما عرفنا شيئا عن نجاة إبراهيم من النار لو لا القرآن لما عرفنا شيئا عن هلاك قوم الوط هلاك أصحاب الظل عن آيات موسى التسع عن العصى عن اليد التي يدخلها في جيبه فتخرج بالضاء من غيسه عن فرق البحر له عن نجاة قومه عن إغراق الله تعالى فرأونا هو ملأه لو لا القرآن لما عرفنا شيئا عن عيس بن مرمى عليه السلام عن إبرعه الأكمه والأبرصة وإحيائه المتاب إذن الله وعن خلقه من الطين كهيئة الطير فينفق فيه فيكن طائرا بإذن الله هذا القرآن الذي هو سجل حافظ لتاريخ البشرية وحكم بين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم وفيه نبأ ما مضى ونبأ ما ياتي إن زاله على أمي لم يقرأ سطر ولم يثاف حبر أبلغ الأدلة على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى أن هذا القرآن من عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى مدح ووصفه بهاي الأمي عندما قال موسى عليه السلام اكتب لنا بهاي الدنيا حسنة وبالآخرة إنا هدنا إليك إرزعنا إليك قال عذابي أصبوا به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بتوراة الإنجيل يؤمرهم بالمعروف وينهام عن المنكر ويحل لهم الطجبات ويحرم عليهم الخبائث ويضعوا عنهم إصرهم الأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المهجح هذه الآية يلغسوا بها آية فيها أحد عشر ضميرا راجع كلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها قلوا بعض النظمين وما آية حازت ضميرا وعشرة وكلنا إلى هذه المشفاع راجعوا اللين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه واحد مكتوبا الضمير المسلطري مكتوبا واحد ثاني ثاني عندهم بتوراته الإنجيل يأمرهم فاعل ثالث بالمعروف ينهام عن المنكر الرابع ويحل لهم فاعل يحل ضمير خامس طيبات ويحرموا عليهم سادس ويضعوا فاعل يضعوا سابع أنهم إصرهم والآلال التي كانت عليهم بل الذين آمنوا به ذامن وعزروه تاسع ونصروه عاشر واتبعوا النور الذي أنزل معه حادي عاشر شميل بارك الله ونردلت الشيخ نذكر لكم مشاهدة الكرام أننا معكم مباشرة ويمكنوا أن تتصلوا بنا عبر خطوط الهاتف التي ستظهر لكم تبعا على الشاشة الصغيرة فضلت الشيخ من العلامة التي ورد ذكرها في القرآن الخضر عليه السلام ما حقيقته وماذا يلزمنا أن نعرف عن الخضر لم يرد في القرآن لفر الخضر هذا ورد في الحديث صحي عفوا لا ورد في الحديث ولكن ورد في القرآن قصة مساوى الخضر هذه القصة كان رجل من التابعين من مسلمي أهل الكتاب من أهل اليمن قالوا له نوفوني البيكاري يزعم أن موسى صاحب الخضر لسه هو موسى بن إسرائيل فقيل ذلك لعبد الله بن عباس فقال كذب نوف حدثني أبيو بن كعبي وساق الحديث هذا كلام بن عباس كلام بن عباس وساق الحديث قصة موسى والخضر أن الرجل الذي صديق موسى هو الخضر أن الخضر أن صاحب الخضر هو موسى بن إسرائيل صاحب الخضر هو موسى بن إسرائيل وأن موسى هو الخضر سمي خضر لأنه جلس على أربعين فإذا هي تحتز تحته سمي خضر وأن موسى عليه السلام كان في الملايين بن إسرائيل فسألوه هل يوجد إنسان أعلم منه فنفى ذلك فعاتبه الله تعالى إذا لم يصف علم ذلك إليه فقال بلى أعبدنا خضر عنده علم لا تعلم أنت هذا معنى الكلام فسأل طريقة إليه فقيل له إنه يلقاه بمجمع البحرين فذهبه وفتاه معهما زادهما حوت مملح في مكتل وقيل له إذا فقدت الحوت فهناك تجد الخضر فذهب وكان من أمرهما ما قص الله تعالى في قصته قصة فتاه وقول الفتاه له وَأَرَاِتَ إِذَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ بِإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ وَمَا أَنْسَانِهِ إِلَّي الشَّطَانُ وَأَنْ أَذْكَرَهِ وَأَنْتَخَذَتْ بِلَوْهِ الْبَحْرِ عَجَبَةً قال إذَارِهما كُنَّا نَبَوْهُ رَتَدَّ على أذَارِهما قصصه فهُجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِنَا وَرَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَمْنَا أَهُمْ لَذُنَّا إِلْمَا هذا العبد هو الخضر وهذا العبد الذي ألم الله من لدنه علم وكان عنده علم لا أعلمه مساء وعنده مساء علم لا أعلمه الخضر وود النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر مساء حتى يقص علينا من شأنهما لأن مساء قال له الخضر لذلك تابعه ما لم تستطع عليه صبره هذا نحن نعتقد أنه عبد صالح وأنه معلم من الله سبحانه وتعالى لكن لا نعلمه شيئا أكثر من هذا هل هو نبي؟ هل هو رسول؟ هل هو ولي من أولياء تعالى؟ هذا أمر مختلف بيه وصوليا وعقديا وبهذا يقول سلط عاقدا كلامه جميع الجوامع عبد الوحايد بن السبكي يقوله اختلفت يا خضيرين أهل النقول غلنبيون أو وليون أو رسول ودليل كونه نبيا قوله وما فعلتها عن أمري عن طريق الوحي وهي كل ما ينبغي أن نعرف عن الخضر أما أن نقول الخضر عائش أو مات أو أنه ما زال حيا حتى الساعة ما زال حيا حتى الآن وأنه أن الأنبياء أربعة منهم أحياد هنا في السماء يحيسى بن مريم وإدريس وإدريس لربعه الله مكانا عالية وهنان في الأرض هما إلياس والخضر وأنهما يلتقيان في كل سنة كذا هذه قصص لا يمكن أن تصدق أولا لم يرد بها نص في القرآن ولا أعلم حديا صحيح أن أرد بها وذانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره قال إلى أصحابي ذات ليلة أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس مئة سنة منها لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد فحياة الخضر بعد مئة سنة من هذه الليلة التي قاله لنبي صلى الله عليه وسلم على وجه الأرض لا تمكن منهم من يقول كانت تلكللتها على البحار هذه أمور لا يمكن أن نصل إليها أنه سيجد حول هذه الأساطر الكثيرة من الناس من يقول لك أنا ولي ويأتي الخضر ويكلمني هذه أمور ولاية الشيخ محمد لم يجد وأنه يأتي الخضر ويكلم وهذه أمور لا ينبغي أن تطرح رضي الشيخ أيضا الكثير من الناس يقولين عصا موسى وناق الصالح وحمار عزير عن هذه المسائل عن مصيرها الجنة ونطيح في جنة هذا ما ورد فيه نص موارد عصا موسى ليست مكلبة حمار عزير ليست مكلبة ناقاته صالح ليست مكلبة يو يضيفنا أيضا الكلب الذي رافق الكلب ليست مكلبة الجنة داره نعيم آه دار الله دارا للجزاء والجزاء على الأعمال والأعمال إنما تكونوا من المكلبين فضي الشيخ أيضا لقمان هذا لقمان نعم ورده القرآني باسمه وسميت به اسمه السورة وهو عبد من عباد الله تعالى آتا الله الحكمة وقص الله من شانه ومن حكمته واختلف فيه نفس الخلاف الخلاف نفسه المجد الخضر يالي البيتين الذين عشتك هم معه من قول سلطي وثلاثة يا خضرين أهل النقول قيل نبي أوليون ورسول لقمان ذي القرنين حوى مريمي والوقف في الجميع رأي والمعظم أفضل الشيخ أيضا عندنا ذو القرنين هذا أيضا القرنين هو الرزل الطبع فتكر الله تعالى في هذه السورة هو ملك متجبر قوي أم هو أسألونك عندي القرنين كل سأتلو عليكم من ذكرى إنا مكننا له بالأرض هيدو الأعلانهم ملك ولكن لا هيدو الأعلانهم متجبر إنا مكننا له بالأرض وآتناه من كل شيء سبب أم فتبع سبب تا إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغروب في عين حمئة ووجد عين داقمة قلنا يا هذا القرنين مادام يخاطب الله تعالى ومسرط أمنها على الأقل هو نبي لأن نبوة اختصاصه بشري من سماع كلام الله تعالى هذا الخطاب دل على أنه نبي نعم قلنا إذا القرنين إما أنت عذبه وإما أنت تقيا فيهم حسن قال أما من ظلمه بسبب عذبه ثم يرد إلى ربيه وعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا أسرى ثم التوعد سببا حتى إذا بلغ ما طلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة كذلك يقيل له من ما قيل من الأولين وقد أحطنا بما لديه خبر ثم تبع سببا حتى إذا بلغى بين السدين وجد من دونهما قوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا هذا القرنين إنها جوجة وما جوجة مصدون بالأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سد قال ما مكنني فيها ربي خير فأعينوني بقبوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بن الصدفين قال مفوخه حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا لنقبة قال يا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكى وكان وعد ربي حقا وتركنا بعض اللهم يوميذين يمجه بأه ونفقه في الصورية جمعنا جمعا عندنا نعم مشاهد الحسن ولمحمد فضل أهلان وسهلا به السلام عليكم وعدكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كيف الحال يا كلمة أهلان وسهلا فضل أهلان وسهلا السؤال الأول كان عنده رقم الآية المتشافة كم الآية المتشافة وأخران كم طارzet الآية المحكم الآية المحكم كم والله التشريع كم والآية المتشافة كم الثاني السؤال الثالث قال وليه أنزل عليك الكتابة من الغارس يقولون امنا به كل من راكال ليمان بهم معنى يعني امنا به من راكال امنا معريفة للتويل والله امنا وتوه على العموم والسكاتتهم سمع؟ نعم نعم مسموع سمع سؤال السؤال التالي يعيده شوي نتمكن منه انظر معنا امنا به وقالوا يقولون امنا به كل من ربنا انظر كان امنا به على معرفته والله امنا به على الاجتبابته واضح سؤال اول ان الايات المحكمات عددها ما يمكن اقول لك عدد الايات المحكمات لانها ام الكتاب يجهن اكثره والاخر المتشابهات حتى نتفق على نوعية التشابه مشكك كل من لهم عقيدة يقولون ما يوافقها من القرآن هو المحكمة ما يخالبها والمتشابه وسبب نزول السورة وما هو وارد في كتب السيارة كتب سيارة بنسحق قائرها ان سبب نزول السورة هو مجيء ووفد نصارى نزرانا ومحاجته من نبي صلى الله عليه وسلم البيئيس ابن مريم واحتجاجهم على التذليث بما بالقرآن من خلقنا ونزلنا وكذا الضمائر الجمع التي بعبروا بها قالوا معناها ان الاله ذو اقانيم او ذاله ذاله فهذا متشابه فهم يتبعون ما تشابه منه ابدت قائوا وهذا لا يمكن المنك نحصره في مدن هذا المجلس اذا لا يعنينا ان نحصر او لا يمكننا او لا يعنينا أن نحصر عدد الآيات متشابهاء والآيات المحكمات ولكن المتشابهات هن اللواتي ذكر الله فيهن من آيات تم حكمات المحكمات قال الله تعالى sockm انهم ام الكتاب وردوا الين غيروهن و أخر ما تشابهات قال فيها فأما اللي في قلوبهم زائغون فاتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن هذا الذي يتبعه الناس أصحاب القلوب الزائغة و يبتغون تأويله و تأويله أي رده إلى حقيقته أوله فعال ثلاثيها آل آل ثلاثي بمعنى رجع و تعديته بتضعي في العين أول والأول الرجوع و بهذا يقول رؤبة العجاج في هائيته فاليوم قد نهنها نتنهنه وأول حلم ليس بالمسفه و حقه ليست بقول التوراه و قول إلا دهن و لعده أول حلم يرجعه ما لم تأويله و القرآن في أغضان يكله تأويله غيره هذه الآية فيه و لما بل كذبه و بل كذبه ما لم يحيطه بإلمه و لما يأتيهم تأويله و سوف يأتي تأويله التأويل في هذه الأمور يأتي يوم القيامة يوم تبل السرائل تُعلم مآلات الأمور فَمَدْنِنَ فِي قُلُوبِهِ مُزْيَغُونَ فَيْتَبِعُونَ مَا تَشَابَهِ مَنْ أَبْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبْتِغَاءَ تَأَويلِهِ وَمَنْ أَعْلَمُ تأَويلَهُ إِلَّا اللَّهِ كَمَا قُلْتُ تُغْتُولِفَ هل الوقف على كلمة الله ويكون ما بعدهم متدأ كلام مستأنفة أو معطوف عليه الرأس خلال العلم هم من من يعلم التأويل واختُولِف على هذا هذا شرحته في العرض القصير هل إيمانهم به زائد على قولهم هل معرفتهم تأويله أمر زائد على قولهم ما آمنا به كل من عند ربنا أو إيمانهم به هو قولهم أو معرفتهم تأويله هو قولهم آمنا به كل من عند ربنا وظاهر القرآن هو هذا الثاني والرأس خلال العلمي على أنهم يعلمون تأويله ما هو علمهم تأويله هو قولهم آمنا به كل من عند ربنا وما يذكروا إلى أولو الألباب واضح فضيت الشيخ أما هذا شوارف سؤالي الثالث فضيت الشيخ هل هناك نص من القرآن ومن الحديث أما سؤالي عن آيات الحكام آيات الحكام مقتلوبة في من يقول همئة ثاني من يقول خمسمائة من يقول أكثر ولا يمكن أن نحصر آيات الحكام لأن إذا نظرنا استنباطات المجتهدين من آيات الحكام نجد آيات بعيدة في بادي الرأي أن تكون آيات الحكام هي آيات الحكام استنباطة منها الحكام لا يمكن أن نسؤلها مثلاً عن رفع الصوت بالتلبية الجهر بالتلبية قال قد جعل الله لكل شيء قدرها هذه الآيات وآيات واحكام لأن ماري كان استنبطة منها حكمة التوسطي بالصوت والتلبية فضلت شغل هناك النساء الرسالة خاصة بالرجال دون النساء وعلى هذا الأساس ماريمنة عمران هل هي مرأة صالحة أمينبية يعني النبوة التي تمكن للنساء هي درجة خاصة بالرجال تريد النبوة ورسالة النبوة النبوة ليس هناك نص صريح في أنها خاصة بالرجال وماريمنة عمران بما أن الله تعالى خاطبها وكلمت الملاعكة قال كثير من العلماء إنها نبيا ومنهم البخاري ولذلك ذكر حديثها بأحاديث الأنبياء أما الرسالة في الصريح القرآن أن الرسل كانوا رجال ومارسلنا من قبلك إذا رجال نوحى إليهم من أهل القرى إذن الرسالة خاصة بالرجال والنبوة لا يوجد ممكنة ممكن أن تكون وبالنسبة للمرأة عمران ما وضحتم فضلت الشيخ بالنسبة للنساء هناك نساء فاضلات عظيمة فاطمة سهرة وعايش أم المؤمنين ومرمتهم رهوا النساء حسب الفاضل أيهم أفضل حسب الله هذا قاع نحن غير مكلبين نحن غير مكلبين بالتفضيل وتفضيل خضيته ليست من العقائد ولكن أهل هذا الشأن اختلفوا في هؤلاء نسوة الثلاثة أيهم أفضل والسيط يقول في هذا النظر الشتر من الأبيات يقول هو المرتضى تقدم الزهرائي بل وعلى مريم الغرائي وفي عائشة وابنته الخلق قبي أيهم أفضل والمرتضى تقدم الزهرائي بل وعلى مريم الغرائي ما دمت هذه سماها نبي صلى الله عليه وسلم بضعة منه ولكن هذا لا ينبغي أن نطيل الحديث في هذا ولا أن نشغل فيه الوقت فروع المؤسس عندنا مشاهدة كريمة فاطنة محمد عبدالله تفضله أهلا وسلم بك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي أنا محي الشيخ نحي التفكيز معه عند الناس لعن الله 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 ما تمكنت نامسة والمتنمسة نامسة والمتنمسة مجال هذا الحديث صحيح وذكر لمرأة بن عسد قال له أمو يعقوب أن عبد الله بن مسعود لعنها النساء اللواتية فعلنا هذا الفعل جاءت إليه وقالت ما الشوء من بلغني أنك تلعان النعم الصاتي والمتخن نعم سنقصل فقال ما لي العنو من لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في القرآن قالت قد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته قال إن كنت قرأته فقد وجدته فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته النبي صلى الله عليه وسلم لعنى النام الصادة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله عز وجل والنمس نقش الحواجب وترقيقها والتفلج تأحداث الفلج بين الأسنان والوش معروف والواشرة والمستوشرة والتي تحدث تحازيز في أطراف أسنانها لتظهر بمظهر الشاب التي ما زالت أسنانها ذات أشر مؤشرة الأسنان واضح هذه أمور من تغيير خلق الله تعالى وقدر عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فواعي لها والمعينات النام الصادة الفاعلات والمتنمصات المغلوبين والمتفلجات الحسن المغيرات خلق الله عز وجل واضح فضلت الشيخ فلنتحدث فضلت الشيخ في عالم الغيب أي فيما هو غيبي من الإنسان الروح والنفس الفرق بين الروح والنفس ما فيه نص واضح للفرق بين الروح والنفس لكن في القرآن ذكر الروح والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها وأمر بأن يجيب جوابا يشفينا ويكفنا يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من الهلمين إلا قليلا والروح وعنها أمسك النبي مع سؤاله ولا تخض بها ودعم والنفس أقسم الله تعالى بها ونفسهم وما سواها بألهمها وبجرعها وتقوها يمكن الروح هي ما به حياته الحيوة ما به حياته الحيوة هي الروح لكن لا نعلمها هل هي جسم لطيف مقره فوق الدم وهذا الذي يفسر بلا طباء كما قال الشيخ أبو الوفاء أوفاء في عمدته كان يتكلم عن الدم قال والروح فوقه لحظي جسمه وربنا منفرد بعلمه أو هي غير ذلك إذن نحن لا نطيل الحديث حول الروح والنفس قد تكون هي العاقل وقد تكون خاصية الإنسان خاصية المميز هي النفس وهي القابلة للفجور والتقوى وملهمها الفجور وتقوى هو الله سبحانه وتعالى وهو مسوه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوى ولكن هذا الإلهام لسو كل ما يكلم بالأمر لأن الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها من ألم الله تعالى من ألم الله ونفسه وتقوى فس يكون ممن زكها ما معنى دسها دسها يمكن يكون من ما أبدل فيه ذالذ الأمذال إياه وقلبت الياء واليهل التي تعركها وقبلها وصله دسسها من الدسس ونفس ما سواها فألهمها فجورها وتقوها ملهم الهجور النفس الملهمة الهجور صاحبها سيدسها والنفس الملهمة التقوى صاحبها سيزكيها وفي الدعاء العمآة نفسي تقوها وزكيها أنت خير من زكها أنت وليها مولاه مهم الأرض مسألة أخرى فأدت الشيخ يكثر حولها اللغط والخلاف قد تكون أساسية وهي هل أجداد النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون أم ماذا لا نبغي أن نتحدث هذا لأنه يلتح باب باب من الناس وأن يقول آباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم إلى آدم لأنهم صلى الله عليه وسلم منزه أن يكون خارجا من الكفار وأن الله يؤذيه الأنبياء وعليهم صلى الله عليه وسلم لا يؤذيهم تعذيب الكفار ما كانوا منهم آباء أو أبناء أو أزواج أو ذريات هل أنه الذي ورد به نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب التسلم له التكلف والصياد في الماء العاكر والبحث عن الحديث وهي لا أزمة لا خطم والذي يقول للنبي أقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري حتى له شهد بصدق رسالة صدق فتلك كرامة المختار هذا الصحيح هو من يقول بضع فيه فهو الضعيف من الحقيقة عاري الإيمان لا يمكن أن يكون بهذا النوع الإيمان ليس أمر نجدانيا الإيمان أمر يقيني إذا وجدتنا النص الذي ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله أن نؤمن به حتى لو لم يبلغ درجة التواتر هذه المسألة أنا أضفها لأننا نحن يقال أننا نرد لحاديث صحيح إذا لم تتواتر في مجال العقيدة لا لا نردها كتاب العقيدة التقليدي عندنا إضاءة الشيخ أحمد المقالي رحمه الله تعالى ويقول فيها في السمعيات كل ما ثبت عنه أو ورد وصح من أخباره فليعتمد كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح من أخباره يجب اعتمده الذي ياتنا بحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين وإذا لم نجد إلا لحاديث المقابلة فنحن مع تلك الأحاديث التي صحت ولا نظهر الحديث بهذا الله تعالى يقول بإبراهيم إنه جاد الأباه وسمع الله تعالى أباه واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا النبي إذ قال لي أبيه يا أبتي يتعدد هذا كيف نقول هو ليس بأبيه أو هو عمه وكذا قال لي أبيه يا أبتي هذا ذكره لكتاب إنه كان صديقا نبي إذ قال لي أبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمعه ولا يبصر ولا يغني عنك الشيء يا أبتي إني قد جاءني من الملماتك فتبيني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وهذا يا أبتي إني أخاه أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولي ماذا كان من أبيه خطاب جاب واجاب وغليظ قال أراغب أن تعنا لهتي يا إبراهيم ما قال يا أبني وكان يقول يا أبتي كل مرة يقول يا أبتي وهنا قال أراغب أن تعنا لهتي يا إبراهيم هذا و قال لعبيه وقومه هذا تكرر القرآن لا يمكن أن نرد نصوص القرآن الصريحة بأمور تدعونا إليه العاطف صح أن إبراهيم عليه السلام يقول لي ربه يوم القيامة ألم تعدني إلا تغذيني وقال له أربع بصرك فيوخذ أبوه ويمسخه ذيخا وفي بعض الأحاديه قرد وفي بعض الأحاديه ضبعان أمدر فيوخذ به إلى النار فلا يرى إبراهيم الصورة أبيه مذهبا بها إلى النار فلا يخزيه الله تعالى لأنه رأى الصورة لا يعرف وتحقيق القضية أن الأنبياء لا يضرهم التحقيق القضية أباء النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا السؤال وردهم كثيرا هذا أمر لا يعني العقيدة ولا يعني والتحقيق أن الرسل عليه الصلاة والسلام براءاء من المشركين براءاء من المشركين إيقالوا لقومهم إنا براءاء منكم ومما تعودون من دون الله نوح عليه السلام لا يضره أن كانت امرأته على غير ديني ولا يضره أن كان ابنه على غير ديني ولا يضره لوطا أن كانت امرأته على غير ديني ولا يضره النبي صلى الله عليه وسلم أن كان آبائه منه على غير ديني هذه أمور ينبغي أن نحسم القولة بها ولا نطرحها كطرح قدي يبسطن به الناس ويصبحوا بعضهم يكفروا بعضا فيها نحن مع تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه فما صح أن نبي صلى الله عليه وسلم هو أساس العقيدة بعد القرآن فنؤمن به ونصدقه ولا نتكلف علم ما لا نعلم نجيل إذن أخذ مشاهد محمد ولي طالب من ما شهد فضل آلو محمد فضل إذن قطالة صال فضلت الشيخ فضلت الشيخ مسألة أخرى عالم آخر لم يريد يكرهه في القرآن الكريم ولكن يكثره لأغطو حول المهدي المنتظر هذا هل الإيمان به من العقيدة نصل بالعقيدة ذكره بعض علماء الاعتقاد وذكر الشيخ عبد القادر من محمد المحمد سالم رحمه الله تعالى بكتاب الواضح المبين وقال بيه أخبر الشريح المنتظر لكن هذا الشريح المنتظر صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها أن الدنيا لا تذهب حتى يأتي ذلك الرجل الذي يملأ الأرض عدلا كما وإلى الجورة وهذا الرجل وردت فيها حاديث منها صرائح وغير الصحائح ومنها صحائح وغير الصرائح من هذا المهدي الذي يملأ الأرض عدلا كما وإلى الجورة منه ما قاله عيسى المريم قد يكون رجل من هلويت يواطع وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع بيه لكن هذا لم يرد به ما يقطع به حتى يكون عقيدا تلحى به كثير من الناس وأصبح الناس وينتظرون بالصلاح أن يأتي المهدي والمنتظر الشيخ هذا حد لساء على الخط الآن فضل الشيخ والإدباج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مهنئين كم الأول البرنامج طالب الشيخ يضرب من الله العالم شكرا 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 الله تعالى وإياكم وصلاح حسيننا وشانا مرحبا شوالين أنا سوال لماذا أخي نعم ما تكلم عن العقيدة لماذا الشيخ خالي لم يتكلم عن العقيدة ثانيا شوال عن حديث المسيئة ثلاثة حديث المسيئة صلاة أهلا وسهلا بك شكرا خليل المسحق قال في خطبة كتابه وبعدها قد سألني جماعة أبان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنبع طريق مختصرا على مذهب الإمام مالك من النسر رحمه الله تعالى مبينا لما به الفتوى والعقيدة لست مما تتعرض له الفتوى الفتوى هي الإخبار وبالحكم الشرعي لا على وجه الإلزام وإنما تكونه العبادات والمحاملات وقد وفا خليلهم بما التزم من ذلك أما العقايد في علم مستقل بنفسه وهو أصل الفقه أصل الدين هو أصل الفقه وليارك كثير من الأبواب يحالوا بها على الفقه يقالوا مثلا في الذي كان مجرحا في الشهادة بسبب فسق إن زوال فسقه بما غلب على الظني من توبة حقيقية شرعية وليست بأن يقول تبتو والتوبة مبينة شرطها في علم العقايد الذي هو أصل علم الفقه في الإمام الباغية فرقة خالفة الإمام ما للإمام وما هي صباته وشرطه هذا مبين في علم العقايد التي هي أصل علم الفقه علم العقايد الذي هو أصل علم الفقه علم العقايد ألم بيا خالي ما قلت استوفاه كما يستوفي المؤلف تعليفا خاصا في موضوع خاص استوفاه في جامعه إن كان الجامع من وضع خليل وإن كان من وضع بهرام فقد استوفاه وهو الجامع المعروح عندنا باسم الرشان المشهور عندنا أنه من وضع خليل ولكن من الناس من يقول أنه من وضع بهرام وأي الأمرين كان فقد استوفاه كثيرا من مسائل علم العقائد وسؤال أيضا الشيخ الديباش عن حديث المسيئ صلاته لا لا اذكروا أنه أمره بقراءة البسمة ولا بالفاتح قال قرأ ما تنسى من القرآن ما في نص على الفاتح إذن الله ندعوكم فيه الشيخ نقبو عيساو الدليم نرجع لكم عيساو الدليم نماذي بتفضل أهلا وسهلا بك عيساو البلي طالب فضيبت الشيخ صاحب دعا أصرح الله تعالى نقصيك التلفزة لحدك شوي فايك لوضاح الصوت فاضل عيسا شكرا فاضل إذن أنت طالب أصرح الله تعالى ومرنا مركب الدنيا والآخرة إذن فضيب الشيخ أيضا قضيت ناقة صالح ناقة صالح هذه ناقة ثبتت في القرآن وثبت أن آتينا ثمودا ناقة مبصرة و ظلموا بها وثبت أن صالحا قال لهم ناقة الله يسقيها تحذرا كذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم بسوها لا تمسوها بسوء إن في أخذكم أذب يوم العظيم بحقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم الأذب هي ناقة آية أما تفصيل أنهم أشاروا إلى صخرة وأن هذه الصخرة تمخضت وانفلقت عن ناقة صفتها كذا هذه أمور ليست في القرآن ولا أذكر أحاديث صحيحة صريحة تكون عقيدة بشأنها وكون آخر الزمن والتي تظهر من شديد لا يقال إن الداب التي تظهر هي سقب ولد ناقة صالح وإنه لما عقرت أمه صعدة على صخرة فرغى ثلاثة هذا في أثر فيها مشهور عند الناس ولكن لا أقول به أثر يثبت رغى وهذا الرغى ثلاثة مرات ثلاثة مرات فكان ذلك إنذارا بالأيام الثلاثة التي تسبق هلكتهم فأصبح العرب في جاهليتهم يقولون في من هذبوا عذاب استيصال رغى فوقهم سقب السماء كما قال ألقمة من وابدة التميم كأن رجاله الأوسف وقلبانه وما جمعت جل معا وأتيب رغى فوقهم سقب السماء فداحظ بشكته لم يستلب وسليب شكرا شكرا إذن تفضل مشاهدة هنا وسلم به سلام عليكم سلام ورحمة الله تفضل عبد الحي نعم عبد الحي سامع سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم صلى الله عليه وسلم فهو معذور واختلف فيه هل تبعذوا له نار يوم القيامة ويختبروا بها أو يصيروا ترابا ومسائل ليس فيها قاطع المهم أن العذاب يختص بمن بلعده رسالة ما كنا معذبين حتى نبعثها رسول وهذه هذه الآية فيها عندي رجاء لكل من لم يرد به نص خاص بكفره وتعذيبه من أهل الفترة أن الله تعالى يقول وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فمن لم يرد به نص نرجو أن يكون داخلا تحت هذه ولكن من لم من يخالف الميل يعني كافر كافر ولكن لم تبلغه أي رسالة هذا 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 غير معذب ما كنا معذبين حتى نبعث رسول لكن من الناس الآن من لهم قلوب ما شاء الله كبيرة جدا ويردون أن ينشئوا أحياء من الصفيح في جنبات الجنة يحملون إليها كبيرة كبيرة كفار اليوم قصرات هذه الجنة بحجة أنهم لم تبلغهم الرسالة على حقيقتها ما به اليوم بلد من العالم المتحضر الله يسمع بأمة تسمى أمة المسلمين عندها كتاب يقرأ تسمى القرآن لها رسول اسمه محمد لها كعبة تستقبلها وتحجها تسمى البيت الحرام بمدينة تسمى مكة ما فيها حد الله يعلم هذا دول الكفر الكبيرة يقرأ القرآن من إذاعاتها أنا عن عذر رسال باط فضلت الشيخ هل يجب هذا هون سؤال يتعلق بالفقه لنخرج قليلا عن أعلام قوة هذه المسائلة هل يجب للإنسان ما فيه مرض يعد الفحص يبحث عن مرض مثلا بعض الدول في بعض الأوبيئة وبعض المرض الفتاكة كالسيدة تعدى الحاملات الفحص رقاج لا يستشعر في نفسه المرض الواجب عليه يعد الفحص لا يجب عليه لنفسه ولكن يجب عليه للآخرين إذا أراد أن يتزوج أراد أن يخالط الآخرين أو كان يخشى أن يلحق ضررا بالآخرين يجب عليه هذا لأن الحديث فيه لا ضرر ولا ضرر واضح فضلت الشيخ بالنسبة ل رأيكم في تحديد النسل تحديد النسل دعت إليه الأمم لتوهن قوة المسلمين الحقيقة لتوهن قوة المسلمين النبي صلى الله عليه عليه وسلم يحظ على التكاثر تناكح وتناسل فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيام إذا كان الإنسان تحقق عجزه عن القيام بواجب أسره كثير و اتخذ وسائل مشروع للمجانبة أهله في بعض الفترات التي يظن بها العلوق بدون تعرض النطفة بعد أن تعلق بالرحم وبدون إحداث ما يسمى اللولب وغيره هذه أمور قد تمكن انطلاقا من إذن النبي صلى الله عليه وسلم بالعزل أما بعد أن تت يعزو الحيوان المنوي الذكري الذي نعبر عنه بلغة العلم بكلمة بحرف إكرايك يغزو الحيوان الأنذوية البيضة الذي نعبر عنه لغة العلم بإكس ويخترق جدارها ويبدأ أول مرحلة للتعشيش فتعرض لهذا منصوص أنه حرام فإذا بدأت النطفة تنشطر الخلايا تنشطر وبدأت الصورة تتضح اصبحت تخلق فتكون جريمة أعظم إذا نفق فيها الروح الحيوانية للروح الخلوية الروح الخلوية كانت الحيوان المنوي فيه الروح الخلوية البريضة في الروح الخلوية لكن إذا نفق في Jennie بدأت عرض له جريمة قتل واضح برضي الشيخ من يعتمد التوكل بديله عن التداوي هذا عند وصل من الناس يقول عن قاعدة التداوي ما هو واجب حتى نفهم التوكل التداوي أصلاً غير واجب ولكن ما هو التوكل التوكل هو مباشرة الأسباب مع شهود المدبر وبهذا يقول الشيخ محمد مولود الأحمد والي عقبي رحمه الله تعالى أما التوكله أن تباشرها الأسباب مع شهودك المدبر يقول هذا التوكل أما الذي يجلس في المسجد أقول أنا لا أحرك ساكن وأجلس في المسجد ونتظر الرزق ينزل من السماء هذا يمتحن ربه هذا غير متوكل وغالباً ما يكون هذا النوع أشد الناس حرصاً على الدنيا نجيدهم يشرون من أيديهم مناديل تقع فيها صدقات الناس وكانهم توكلهم لرد على الناس صدقاتهم ولا تعرض لهم السؤال بالحال أبلغ من السؤال بالمقال فالسؤال آخر يتعلق بالسياسة كون الإمام هل هناك نص من القرآن أو من الحديث على أن الإمام العظم قائد المسلمين يجب أن يكون من قريش في الصفاح خاصة ورد في هذا الحديث الصحيح بالإمته من قريش يعني درجة هذا الحديث الصحيح ولكن اختلف العلماء أهل هذا الحكم تعبدي أو معلل ومن القائلين وما معنى تعبدي أو معلل وتعبدي من هذا الأمر خاص بقريش لا يوجد في غيره ومن قاله هو معلل بالقوة التي كانت قوة العصبية التي كانت عند قريش والنعرة التي لم تكن موجودة في غيره من القبائل فينتفي الحكم بانتفاق ويشير إلى هذا القول أبي بكر نصدق في خطبة الصقيفة لا تدين العرب إلا لهذا الحديث من قريش وعلى هذا لا افترضنا أن النعرة تزالت من قريش ووجدت في أمة غيرهم كالبربر مثلا في الحكام من البربر الذي حكمه بلاد الإسلامية أو أسقاع منها أو الترك مثلا يمكن أن يكون الإمام العظم من غير قريش ومن غير العرب وإلى هذا الرأي يذهب ابن وحلتون وأسس عليه نظرته في علم الاجتماعي في مقدمته الكتابي لكن النصوص الصريحة أنا لا يمت من قريش فاضح فاضلت الشيخ كون وصيلة الرحم والصدقة تزيد في العمر والعمر محدد أصلا هذا وهناك أجل ما هو أجل مسمى العمر محدد في أم الكتاب هذه لا محوة فيها ولا إذبات والصح في الملائكة نشرات يومية نشرات نشرة تصدر الملك هلان إن عمل كذا كان عمره كذا وإن لم عمل كذا كان عمره كذا هل يعمل حتى يكون عمره كذا أو لا يعمل حتى يكون عمره كذا ذلك في أم الكتاب وهذا ما أشارت للآية الكريمة يمحو الله ما يشاء ويذبت وعنده أم الكتاب فاضلت الشيخ سؤال أخير لأن الوقت بدأ يطالد هنا هو قضية الجنة والنار أيضا هذه السئلة أين توجد الجنة والنار نحن غير مكلفين بمعرفة الموقع الجنة والنار الآن هو الذي يقول علماء الكلام وعلماء العقايد الجنة والنار مخلوقتان اليوم ونمسك عن المحل الجنة والنار مخلوقتان الآن مخلوقتان الآن ونمسك عن المحل سؤال أخير استعمال فحص الأجنة ما هو توصيل علم الأجنة يثبت مثلا أبوت هذا بنوت هذا الولد لهذا الأب هل يمكن أن يستخدم هذا في اللعان والله خلوا اللعان بصير طوشار عنه الذي يبغي أن نترك الأحكام على ما هي لأن هذه الأمور لا تتأقن قد يرشى الطبيب وقد يغلط الجهاز ونسب مبنيون على السدر والاحتمال وذا ما أريد أن أشرحه ولكن لمن يفهمه القرآن فيه وَالْوَالِدَاتُ وَرَضَعْنَا أُولَادَهُنَّ فأضاف الأولاد إليهن إضافة قطع لأن نسبة الوالدية بالنسبة للأم النسبة محققة وَرَضَعْنَا أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ إِنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةِ وَعَلَى الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَةُنَّ بِالْمَعْرُوحِ لم يقلوا على الوالد لأن الأبوة أمر احتمال ولد له ولد له ولد على فراش وعلى المولود له ما قالوا على الوالد رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَةُنَّ بِالْمَعْرُوحِ لَا تُكَلَّفُنَا أَسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مُولُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ ما قالوا لا والد بولد حتى إذا جاء يوم القيامة وبولية السرائر سمي أصحاب هذه العلاقات بأزمائه الحقيقية قال تعالى يا أينا ستقوى ربكم وَأخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده وَلَا مُولُودٌ وَجَعْزٍ عَمْ وَالِدِهِ إِنَّهُ عَدَى اللَّهِ حَقِّ فَلَا تَغَرَّنَّكُمْ بِالْحَيَاةُ الدُّنْعَ وَلَا أَغَرَّنَّكُمْ بِالْغَرُورِ فضيلة الشيخ بارك الله بكم ومتعنا بكم وبعلمكم مشاهدنا الكرام إلى هذا الحد من هذه الحلقة من برنامج قضايا إسلامية ومشددا باسمكم نعتذر للشيخ عن التأخير غير المقصود أصلا ونشكركم جميعا أشكر باسمكم أيضا المشرف من الناحية الفنية على إخراج هذه الحلقة الزميل بابامين وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لكم تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته أحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اشتركوا في القناة